في مخيم الأمعر عشرات المرضى يزدحمون منذ صباح داخل المركز الصحي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا الحاج عفاف أحضرت أحفادها لمراجعة الطبيب وأخذ بعض الأدوية طب ما هي تكفلت فينا من 48 لازم يتضلها تمد فينا لما ننعود لبلدنا وهذه الساعة الله بفرجها علينا إحنا يرجعون على بلدنا ومناش خدمة الوكالة كلها كله بتقلص 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 تما يصيره على الصفر للاجئ بيظلوا قاعد زي ما هو وعودة ما فيش وهي أتاية مش عارف أحا وين بيدروه توفر الأنروا للاجئين خدمات صحية وتعليمية وغذائية بفضل أموال تجمعها من المانحين خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تقدم سنويا نحو 360 مليون دولار ستختفي تماما بعد قرار أمريكي بوقفها ما يعني عجزا ماليا قد يقسم ظهر الأنروا واللاجئين المستفيدين من خدماتها ما زلنا في أزمة مالية صعبة وصعبة للغاية ولكننا استطعنا بالرغم من ذلك فتح مدارسنا لنصف مليون طال فلسطيني القرار الأمريكي ليس قدرا محتما علينا نحن سنتحرك في كل الاتجاهات ولاية الوكالة ليست للبيع التشكيك في أعداد اللاجئين مرفوض وتخشى سلطة الفلسطينية إن القرار الأمريكي لن يمس بمفهوم اللاجئ ولا بحق العودة بل سيهدي إلى أزمات اجتماعية وأمنية لا تحمد عقباها ويعول الفلسطينيون الآن على دول عربية واجنبية لزيادة دعمها التي دوبت على تقديمه للاجئين لسد الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة طوال سبعين عاما انتظر اللاجئ الفلسطيني اليوم الذي سيهدم فيه المخيم ويعود إلى دياره التي هجر منها لكن يبدو أن المخيم سيهدم ويهدم معه أيضا حق العودة من مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين عبدالحفيظ جعوان العربية الأراضي الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر